هابدأ معه أستاذ أشرف عرفنا أكتر على المصنع وليه اخترتوا المجال ده هو بالنسبة لمجال السخنات جي كده يعني معنا في الأول خالص كان في حد بينزل السخنات دي عندنا في البلد يعني انتوا مينيا؟ المينيا ايه والمصنع في المينيا بس كان بينزلها بنظام تاني شوي يعني بداء شوي اللي هو النظام المسطح المسخن المسطح يعني فبتدينا كنا حابين نعمل الفكرة دي اللي هو السخن المسطح دوت وبتدينا نشتغل لا هو كان الفكرة على دوت يعني كان الشركة اللي كانت بتنزل ابتدت تقطع الشغل وتنزله عندنا يعني فبتدينا نحاول ناخد الفكرة ونعملها عندنا مع نما جينا هنا شركات ودخلنا حتة كتير فيها السخنات دي شوفنا السخن اللي احنا بنعمله حاليا السخن ده كان محطوط في معرض تقريبا طبع شركة تبع كلية هندسة الطلاب كانوا بيدرسوه يعني وبيعرفوا اللي فيه استورناها أنا وشفانس ماهر استورناها على الموبايل وخدناها بتدينا نشتغل عليه جبت السخن دوت عندنا في البلد لا عرفني لأول ايه الفرق ما بينه ما بين اللي كنتوا بتعملوه قبل المسطح ليه ليه عيوبه وليه مميزاته وبرضو على فكرة عندي برضو ليه عيوب وليه مميزاته برضو يعني السخن المسطح المياه فيه شغالة دائرة يعني لو اللي بياخد منه لتر مية سخنة بيطلع بداله مية سجع لتر برضو فبالتالي بتسجع المياه اللي جوه في الخزان فوق تمام السخن عماتا كله بيبقى فوق السطح شاشة وانبيب وكل حاجاتها فالميا ناخد منه لتر ويطلع بداله لتر فبيسجع يعني مثلا لو حد استخدم الحمام مثلا شخص او اتنين يبتدأ طول المياه تسجع كده الفكرة بتاعتنا احنا بجلع المياه دايمة سخنة يعني مثلا لو بنعمل السخن الميتين لتر او ميتين وخمسين او تلتمية لتر الميتين وخمسين لتر لو حرارتها مثلا ستين درجة بتفضل ستين درجة لحد ما تخلص المياه اكدناها غيز يعني شبه سخنات الغيز مثلا بس طبعا مع الاختلاف يعني اه طبعا وحلين دلوقت احنا بنصنع من الميتين لحد تلتمية لتر بالنسبة للسخن دوت بتاعتنا نجيب الفكرة نجيب السخن دوت عندنا ونفكه قطع قطع وبتاعتنا نعرف ابعاده ومجازاته وتصميمه ازاي والحدي وبتاعتنا نطور كمان يعني في التصميم لو هنتكلم في الشكل التقريدي او في المسطح اللي كان موجود قبل كده انه كل ما بتاخد لتر بيحط مكانه لتر فبالتالي المياه كانت بتسقع او بتبرد يعني دلوقتي لأ طب عملته ايه او حاطته مثلا جزء زيادة في السخن نفسه يعني عملته ايه خلته المياه اللي تخرج ميدخلش مكانها مياه تاني تبرد هو الفكرة اللي احنا شغالين فيها هي جاي جاهزة كده من الصين احنا على فكرة نفذنا الفكرة بس يعني عشان برضو احنا ما اخترعناش حاجة يعني احنا هي الفكرة جاتة احنا بتدينا نفذها هنا انا كنت متعب مثلا عشان اجيب الشغل ده من الصين مثلا بكل طلباته انا حاولت ان انا يعني اخد جزء كبير منه واصنعه هنا واجيب باجة طلبات من الصين طيب علشان ده يتنفذ بتبقى محتاج مثلا اجهزة موجودة فوق الروف بتاع اي عمارة بتبقى محتاج برضو عواكس لطاقة الشمسية محتاج ايه علشان تعرف تطبق او تنفذ السخان ده جوه البيوت مثلا او جوه المؤسسات والهيئات و ايه الاخير هو السخان هو جهاز ممكن ان شاء الله نعرضه هنا على الشاشة الجهاز ده هو معين على الشاشة السخان اللي هو ده كده بيتحط فوق البيت تمام فوق البيت بس يعني هو يمكن فوق العماير اللي هي اكتر من ست ادوار او سبعة ادوار ما تبقى صعبة شوية ليه السخانات ده ممكن يباليها تطور تاني عممكن تطور تاني تشتغل في العماير لكن في البيوت صعبة شوية او على النموزج دوت ما يشتغلش في العماير شوية يعني العمارة العدد الطواب عندها والحياة دي كلها ممكن تكون صعبة شوية مش عمليه يعني مش هتبقى عمليه ما في المئة مش هيكافي تقصد لا ممكن تكفي عادي بس انت عشان دور الأرضي مثلا والتاني عشان تنزلوا مية من العاشر لحد تحت ممكن تفقد السخون اللي بتاعتها شوية فمشيب عمل مية في المية فيه فكرة تانية ان شاء الله احنا شغالين عليها نقول شونة مهر ان احنا هنحط الخزانات دي بدأ ما تبقى فوق السطح تبقى في البيوت تبقى في الشجر يعني كل شجف لها السخان بتاعها المجمع شمس كل فوق العمارة ولكن كل شجف فيها السخان بتاعها يبقى مختصة بحيث ان انا ما افتحش المية استنى مثلا عشر دجاج ولا ربع ساعة تكون المية السخنة تنزل يعني لا على طول كانوا سخان غاز محطوط في البيت يعني